فكرة الإضراب الشامل يا جماعة باختصار تتلخص بأنه إحنا نعمل تعطيل وشلل في حركة الحياة في الدولة مما سيؤثر على العجلة الاقتصادية وهذا الشيء رح يجعل الحكومات والشركات الكبرى تشعر إنها متأثرة بشكل مباشر جراء الإدوان على غزة فبيخليها في نهاية المطاف تتخذ موقف حاسم كيف ممكن نعمل هذا الشيء؟ نضرب عن الذهاب إلى المدارس، إلى الجامعات، إلى المؤسسات الحكومية والخاصة إلى فتح المحلات التجارية سواء الصغرى أو المحلات التجارية الموجودة في المولات الكبرى بعرف إنه الموضوع مش هين، بعرف إنه في كثير من الناس المتخاذلة والمثبتة وبعرف إنه مخابرات بلادنا للأسف الشديد يعني تحكم قبضتها على شعوبنا لكن لما يتخذ هذا الموقف بشكل جماعي ويعتمد أو نحاول من خلاله نجمع رأي الأغلبية رح نقدر إنه نأثر هذا من ناحية أخرى باعتقادي ممكن على نقابة المحامين أنه تتخذ إجراء بإنها توكل مجموعة من المحامين اللي ممكن يدافعوا عن أي شخص يعتقل جراء مشاركته بالإضراب بشكل أو بآخر هاي مقاومة سلمية، مش بتكون مقاومة سلمية؟ هذا شكل من أشكال المقاومة السلمية ورجاء ما حدا يجي يحكي عن أي خسارة يمكن أن نتكبدها جراء الإضرابات لأنه باعتقادي هذا الكلام في ظل هذا الظرف حقيقة عيب وباعتقادي أنه أي خسارة ممكن أن نتكبدها لا تساوي شيء أمام الخسائر وأمام المذابح والإبادة الجماعية التي تحدث لأهلنا في غزة هاي من ناحية، من ناحية أخرى خليني أحكي لكم عن مجموعة من الإضرابات والعسيانات المدنية اللي عم بتصير في الدول الغربية وإحنا ممكن نشارك فيها بشكل أو بآخر أو ممكن ناخد منها فكرة على سبيل المثال صار فيه احتجاج مجموعة من طلاب جامعات كولومبيا ونيويورك راحوا واقتحموا إدارة بنك جي بي مورغان في نيويورك كمان صار فيه إضراب عن المدارس في سيدني وميلبورن على الرغم من عدم موافقة الإدارة على فكرة لكن مجموعة كبيرة من المدرسين والطلاب اتخذوا هذا الموقف أيضا مجموعة من المعلمين في نيويورك ظاهروا أمام مبنى اتخاذهم وباعتقادي أنه لابد للنقابات في بلادنا يكون لها تأثير هي القادرة على الجمع والحشد وأنه تعمل احتجاجات أو إضرابات تبدأ بقرار من النقابات نفسها كمان في فكرة أخرى لشكل من أشكال العصيان المدني اللي عم بيصير في الدول الغربية وممكن إحنا نشارك فيه بشكل أو بآخر في حال كنتوا بتسموا حالكم من المؤثرين أو من الناس اللي عندها قدرة على السفر ما عليكم غير إنكم تجمعوا مجموعة من أصدقائكم وتذهبوا وتسافروا لمطارات لندن نيويورك أمستردام وتشاركوا بالجلوس ضمن الاحتجاجات الجماعية السلمية اللي عم بتصير هناك ما عليكم غير إنكم تجلسوا في المطار أو تجلسوا في محطات القطار أو حتى تجمعوا حالكم تروحوا تجلسوا أمام شركات مرسيدس أو أمام مطاعم ماد دونالز الكبرى شو الفكرة من هذا الإجراء؟ كل ما استطعنا أن نعطل تروس الإبادة الصغرى نستطيع أن نؤثر على تروس الإبادة الكبرى المشاركة بشكل مباشر في دعم دولة الاحتلال ما حدا فيكم يعتمد على الآخرين بهذا الموضوع كل شخص منا يستطيع من الآن أنه يبدأ بتجميع وحشد مجموعاته الصغيرة وهذه المجموعات رح تبدأ تكبر شوي شوي إلى أن نصل لمرحلة إضراب شامل وعصيان مدني شامل ومؤثر على مفاصل الدولة